حالات F هي من أكثر الدروس التي يستصعبها من يريد تعلم وإتقان اللغة الإنجليزية في هذا الدرس جمعت لكم جميع حالات F الشرطية اللي هنه أربع حالات مصدقني بها الأربعين الدقيقة لح تتمكن منن لح تعرف كل شي انت بحاجة إلو لحتى تقدر تتقن حالات F الشرطية هذا الدرس مناسب لجميع المستويات كل المستويات الإنجليزية حتى لو وصل لك عشر سنين عم تتعلم اللغة الإنجليزية هذا الدرس يفيدك إن شاء الله فهذا مرجع أكبر وأقوى مرجع على الإنترنت لحتى تتقن حالات F وكمان حتتعلم من خلال القصص والأمثلة والتمارين يبدأ الآن بالحالة صفر والحالة الأولى من حالات F لنبدأ الآن بالحالة صفر zero conditional ما بعرف ليه سموها zero conditional يمكن أنه في كتير معلمين بينسوا يذكروها أصلا لنرى بعض الأمثلة أولا ثم سننتقل إلى الشرح if you heat ice it melts إذا سخنت الثلج يذوب if you heat ice it melts ممكن أيضا أن نقول when you heat ice it melts مثل ما ملاحظين أن الجملة هي حقيقة علمية أو واقع علمي دائما عندما تسخن الثلج يذوب هذا الشيء يحدث في كل وقت إذا حصل الحدث الأول وهو تسخين الثلج فالحدث الثاني سيحصل بالتأكيد وهو أن الثلج سيذوب لاحظوا هنا الآن استعملنا heat و melts كل الفعلين بصيغة المضارع البسيط present simple إذن بالzero conditional عنا if ثم present simple وبالجملة الأخرى أيضا نستعمل present simple ممكن أيضا أن نبدل الجملتين عنا أول جملة if you heat ice والتاني جملة it melts ممكن أن نبدل جملتين فتصبح الجملة الثانية قبل الأولى ice melts if you heat it أكيد حطينا ice بدل it لأن it هو ضمير وهو ينوب عن ice لذلك لما وضعنا الجملة الثانية قبل الأولى تأخذ هي الإسم ice melts if you heat it لنرى مثال آخر if I arrive late to Mr. Wilson's class he gets angry إذا وصلت متأخرا إلى صف السيد ويلسون فإنه يغضب أي نفهم هنا أن هذا الشيء يحدث دائما أنه في كل مرة أصل فيها متأخرا إلى صف السيد ويلسون سوف يغضب أي أن هذا الشيء يحدث في جميع الأوقات دائما عندما أصل متأخرا سيغضب الأستاذ الآن لنبدل الجملتين if I arrive late to Mr. Wilson's class he gets angry لنضع الجملة الثانية قبل الأولى Mr. Wilson gets angry if الجواب هو Mr. Wilson gets angry if I arrive to his class late لاحظوا أننا هنا لم نستعمل الفاصلة أما عندما تأتي الجملة التي تحتوي على if قبل الجملة الثانية فإننا نضع فاصلة بينهما لننتقل الآن إلى قصة It's story time Lama and Khadija are friends They are both busy because they work and study But every Wednesday they meet for coffee What are you going to do this weekend? asked Khadija Well, I have a big project to finish for my design class انتبهوا هنا But if I can finish it before Friday I'll do something fun as a treat said Lama If I can finish it before Friday I'll do something fun as a treat That sounds great replied Khadija I think the circus is coming to town If it isn't too expensive I'm going to buy tickets Would you like to come? If it isn't too expensive I'm going to buy tickets If you want to go to the circus in the evening I will go swimming in the morning said Lama If you want to go to the circus in the evening I will go swimming in the morning إذن في هذه القصة مر معنا ثلاثة جمل تحتوي على F هل لاحظتم الشيء المشترك في هذه الجمل? هذه الجمل جميعها تتكلم عن شيء قد يحدث في المستقبل حسب الشرط الموضوع If I can finish it before Friday I will do something fun as a treat I'll هي اختصار لي I will If it isn't too expensive I am going to buy tickets If you want to go to the circus in the evening I will go swimming in the morning لاحظوا هنا أول فعل بكل جملة أول فعل هو بصيغة لpresent simple المضارع البسيط If I can finish it If it isn't too expensive If you want to go to the circus إذن الفعل الموجود بالجملة التي تحتوي على F هو بصيغة لpresent simple أما الفعل بالجملة الثانية التي لا تحتوي على F فهو بصيغة المستقبل I will do I am going to I will go إذن نستعمل بالجملة الثانية التي لا تحتوي على F will أو won't وهو اختصار لي will not be going to وبي not going to أكيد بي نصرفها حسب الضمير أو الإسم إذن جميع هذه الحالات هي الحالة الأولى لـ if نستعمل first conditional لحالة محتملة في المستقبل أو لتوقع نتيجة محتملة في المستقبل إذا حدث الشرط الموضوع لنرجع إلى هذه الجملة If I arrive late to Mr. Wilson's class he gets angry مثل ما قلتلكون بهذه الجملة نفهم أنه دائما عندما أصل متأخر إلى صف السيد Wilson سوف يغضب أما إذا قلنا If I arrive late to Mr. Wilson's class he will get angry فنحن نتحدث عن حالة معينة ستحصل في المستقبل هي ليست حقيقة عامة بعد الآن هي هنا الآن حدث معين سيحصل في المستقبل If I arrive late to Mr. Wilson's class he will get angry إذن بهالجملتين اثنين صح بس الفرق إنه لما نستعمل zero conditional نحن نتحدث عن حقيقة عامة تحدث دائما عادة أما بالfirst conditional فنحن نتوقع حدوث شيء ما إذا حدث شيء آخر لننتقل الآن إلى التمارين سأعطيكم جملتين إحدى الجمل هي في zero conditional والجملة الثانية هي في الفرست conditional أنتم عليكم أن تصرفوا الفعل if you stand in the rain you get wet صرفوا فعل get if it rains tomorrow we cancel the trip الأجوبة الأجوبة هي if you stand in the rain you get wet هنا استعملنا zero conditional لأنه دائما إذا نقف تحت المطر سنتبلل أما الجملة الثانية هي if it rains tomorrow we will cancel the trip يمكنك أن تقول if you stand in the rain you will get wet لكن في هذا المعنى نحن نتكلم عن حدث معين التمارين الثاني هذه الجملة if it rains tomorrow we will cancel the trip أريد منكم أن تضعوا الجملة الثانية التي لا تحتوي على if قبل الجملة الأولى الجواب هو we will cancel the trip if it rains tomorrow يلا أعمل لايك وخلينا نقول بسم الله وننتقل إلى الحالة الثانية من حالات if سنبدأ أولا بإعطاء بعض الأمثلة if I had a lot of money I would travel the world لو كان لدي الكثير من المال كنت سأسافر حول العالم if I had a lot of money I would travel the world لنرى مثال آخر if I saved a lot of money I would buy that mansion if I saved a lot of money I would buy that mansion ملاحظة أنه ممكن أن نقول I'd buy that mansion بدلا من I would buy that mansion I'd هي اختصار ل-I would لنرى الجملتين ما المشترك بين هيكل هاتين الجملتين if I had a lot of money I would travel the world and if I saved a lot of money I would buy that mansion منلاحظ أنه الـ verb الفاعل منلاحظ أنه الـ verb الفاعل بالجملة اللي بتحتوي على if هي بالصيغة الماضي had هو الصيغة الماضي لي have أما saved هي صيغة الماضي لي save if I had a lot of money if I saved a lot of money أما بالجملة اللي ما بتحتوي على if منلاحظ أنه عنا would ويليها الفاعل would travel the world would buy that mansion إذن بالحالة الشرطية الثانية second conditional بالجملة اللي بتحتوي على if نستعمل السيمبل باست أما بالجملة اللي ما بتحتوي على if نستعمل would مع الفاعل ملاحظة أنه الفاعل بعد would ما منحط s ما منقول would travels حتى مع he, she, it نقول she would travel the world لا نقول she would travels the world he would buy that mansion ولا نقول he would buys that mansion إذن هيكل second conditional الفاعل مع if هو بصيغة الماضي past tense أما الفاعل بالجملة اللي ما بتحتوي على if نستعمل would مع الفاعل ممكن أيضا أن نقلب الجملتين فنضع الجملة اللي ما بتحتوي على if قبل الجملة التي تحتوي على if مثلا if I had a lot of money I would travel the world حاولوا أن تقلبوا الجملتين تصبح الجملة I would travel the world if I had a lot of money بهذه الحالة انتبه منيح ما منحط فاصلة we don't put a comma I would travel the world if I had a lot of money أما إذا جاءت الجملة التي تحتوي على if أولا فنحن نضع فاصلة if I had a lot of money I would travel the world تمرين آخر if I saved a lot of money I would buy that mansion تصبح الجملة I would buy that mansion if I saved a lot of money من دون فاصلة إذن لماذا نستعمل الحالة الشرطية الثانية؟ Why do we use the second conditional؟ نستعمل الحالة الشرطية الثانية لنتكلم عن مواقف افتراضية أو خيالية في الحاضر والمستقبل وعن نتائجها هي مواقف غير حقيقية أو غير محتملة حسنا إذن ما هو الفرق بين the first and second conditional؟ لاحظوا الجملتين if I saved a lot of money I will buy that mansion if I saved a lot of money I would buy that mansion أول جملة هي بالfirst conditional أما تاني جملة هي بالsecond conditional فأي جملة هي الجملة الصحيحة؟ الجواب هو الجملتان صحيحتان لكن الفرق هنا هو رأي المتكلم أو نظرته للموضوع في الجملة الأولى يرى المتكلم أن الموقف محتمل وقد يحصل في المستقبل if I saved a lot of money I will buy that mansion إذا وفرت الكثير من المال سأشتري ذلك المنزل الكبير أما في الجملة الثانية في المتكلم يرى أن الموقف على الأرجح لن يحصل في المستقبل هو أقرب إلى الخيال من الواقع if I saved a lot of money I would buy that mansion نستعمل the second conditional أيضا لأعطاء النصائح if I were you I would study more لو كنت أنت كنت سأدرس أكثر I would go to the doctor if I were you كنت سأذهب إلى الطبيب إذا أنا كنت أنت if I were you I would study more I would go to the doctor if I were you لاحظوا هنا أننا نستعملنا were مع I لأننا في second conditional نستعمل were مع جميع الضمائر في الإنجليزية الرسمية لكن في الكلام غير الرسمي قد نستعمل was الأصاح هو استعمال were مع جميع الضمائر خاصة في الكتابة أما في الحالات الغير الرسمية يمكنك أن تقول if I was you I would study more It's story time حان وقت القصص John is a very lazy person John is a very lazy person If John were not lazy he would wake up early for work If John went to work early his boss would be proud of him If John went to work early his boss would be proud of him If his boss were proud of him he would give John a raise If his boss were proud of him he would give John a raise إذن في هذه القصة مر معنا ثلاث جمل تحتوي على حالة if الشرطية الثانية If John were not lazy لاحظوا استعملنا were وليس was If John went to work early If his boss were proud of him لاحظتوا أنه بالجملة التي تحتوي على if نستعمل السيمبل past were went were أما بالجملة الثانية التي لا تحتوي على if نستعمل would مع الفعل He would wake up early for work His boss would be proud of him He would give John a raise لنبدأ الآن بالتمرين Which one is incorrect? أي جملة هي الجملة الغير الصحيحة If I were rich I'd buy a yacht يات هو اليخت If you were rich You'd buy a yacht If he were rich He'd buy a yacht If they were rich They'd buy a yacht الحقيقة هي أن جميع هذه الجمل هي صحيحة يمكننا أن نستعمل were مع جميع الضمائر مع I He She It You They We I'd هي اختصار لي I would You'd هي اختصار لي You would He'd هي اختصار لي He would They'd هي اختصار لي They would وجميع الجمل هيكلها سليم الآن أريد منكم أن تضعوا الجملة الثانية قبل الجملة الأولى التي تحتوي على if في هذا المثل If I were rich I'd buy a yacht الجواب هو I'd buy a yacht If I were rich ولاحظوا لم نضع فاصلة كما في هذه الجملة الله يعطيكم العافية باقي عنا حالة واحدة يلا نشد الهمة ونتعلمها Third conditional له أعطيكم بعض الأمثلة الآن وأكيد في قصة مثل ما تعودتوا بتساعدكم تفهموا الدرس أكتر وبعدين لحنا نتعلم نشرح third conditional أكتر أول جملة If she had studied She would have passed the exam If she had studied She would have passed the exam إذا درست بالماضي كانت اشتازة الانتحان If we had taken a taxi We wouldn't have missed Our restaurant reservation إذا أخذنا سيارة أجره في الماضي أو إذا كنا أخذنا سيارة أجره في الماضي ما كان فاتنا حجزنا في المطعم ما كان راح علينا الحجز بالمطعم If we had taken a taxi We wouldn't have missed We wouldn't have missed our restaurant reservation إذا نجملتان هنة If she had studied She would have passed the exam يعني إذا كانت درست كانت نجحت بالإقزام يعني منفهم نلجم لي إنها ما نجحت بالإقزام لأنه ما درست If we had taken a taxi We wouldn't have missed our restaurant reservation إذا كنا أخذنا taxi ما كان فاتنا الحجز في المطعم يعني منفهم إنه نحن راح علينا الحجز بالمطعم لأنه ما أخذنا taxi إذن ما المشترك بالمعنى أو بالاستخدام في هاتين الجملتين هاتين الجملتين نتحدث فيهما عن الماضي بس عم نتحدث عن شيء لم يحصل في الماضي وعم نتخيل نتيجة موقف لم يحدث عم نتخيل لو صار هالشيء شو كانت النتيجة؟ الآن أريد منكم أن تلاحظوا المشترك بين هاتين الجملتين من ناحية الهيكل if she had studied she would have passed the exam if we had taken a taxi we wouldn't have missed our restaurant reservation المشترك هو أنه بالجملة اللي بتحتوي على if في عنا هاد مع فعل هاد ستديد هاد تيكن هيدا هو ال Past Perfect Tense Past Perfect Tense بيكون عنا هاد مع الفعل بتصريف ال Past Participle الجملة التانية اللي ما بتحتوي على if في عنا would have مع الفعل وهيدا الفعل كمان هو بتصريف ال Past Participle she would have passed the exam we would not have wouldn't هي اختصار ل would not وهي بالنفي we would not have missed our restaurant reservation إذن هيكل الجملة هو if مع Past Perfect if she had studied if we had taken فاصلة ثم would have أو would not have مع الفعل بي ال Past Participle she would have passed the exam we wouldn't have missed our restaurant reservation إذن هيكل الثررد كوندشنل هو if مع Past Perfect هيدا الجملة الأولى اللي بتحتوي على if و فاصلة ثم would have مع الفعل بال Past Participle ممكن أيضا أن نبدل الجملتين فتأتي الجملة التي لا تحتوي على if قبل الجملة التي تحتوي على if وفي هذه الحالة كالعادة لا نضع فاصلة بيصير عنا would have مع الفعل بال Past Participle من دون كما من دون فاصلة ثم if مع Past Perfect حسنا أريد منكم الآن أن تبدلوا الجملتين أن تضعوا الجملة التي تحتوي على if بعد الجملة التي لا تحتوي على if if she had studied she would have passed the exam جواب هو she would have passed the exam if she had studied she would have passed the exam if she had studied والآن حان وقت القصة story time Sarah Sarah had to be at the airport for her flight at 9 a.m. but her alarm didn't go off and she overslept Sarah had to be at the airport for her flight at 9 a.m. but her alarm didn't go off and she overslept أريد مننا أن نتخيل ما كان ليحدث أن رنى المنبه في الوقت Go off هنا تعني رنى المنبه أو عمله بعرف أنه معقول يبين المعنى هو Go off يعني انطفى بس هون أظنى العكس هيدا الشي غريب اللغة الإنجليزية ما بعرف ليه بيستعملوا Go off بس هيك اللغة الإنجليزية Alarm go off يعني عمل المنبه أو رن المنبه إذن Her alarm didn't go off لم يرن المنبه لذلك She overslept نامت أكثر من اللزوم أفرطت في النوم لنتخيل إذا رن الألارم Her alarm went off رن الألارم She didn't oversleep لم تفرط في النوم الآن نريد أن نحول هذه الجملة إلى جملة تحتوي على F أكيد لازم نستعمل Past Perfect وال Past Perfect بيستعمل Past Participle لذلك went If her alarm had gone off Sarah wouldn't have overslept بعرف أن الموضوع بيبين صعب شوي بس خليكن معي لأنه بآخر الفيديو في تمارين حتعودكن على هيكل الحالة الشرطية الثالثة في اللغة الإنجليزية تحريرها وتحريرها وبدأت هنا مرة بها عندما كانت في مكنطبع مرتينة تمت上ه وانا حظتها شبكتها وانا حظتها وانا حظتها وانا حظتها شبكتها شابتها her passport so she jumped in a taxi and returned home إذن اللي حصل هو she forgot her passport نسيت جواز سفرها فكانت النتيجة she returned home رجعت إلى المنزل لنتخيل ماذا كان حصل إذا لم تنسى جواز سفرها she hadn't forgotten her passport هنا مثل ما شايفين عنا past perfect had not بالنفي مع forgotten تصيف الفعل بالpast participle she hadn't forgotten her passport ماذا كان حصل she would not have returned home ما كانت رجعت إلى المنزل إذن خانينا نزيد إف if she hadn't forgotten her passport فاصلة she wouldn't have returned home if she hadn't forgotten her passport she wouldn't have returned home when she arrived at the airport she saw that she had missed her flight she had to pay $500 for another ticket for the next flight when she arrived at the airport she saw that she had missed her flight she had to pay $500 for she hadn't missed her flight for another ticket for another ticket for the next flight إذن she missed her flight تأخرت عن رحلتها أو فاتها الرحلة she had to pay $500 لنتخاير ماذا كان حصل إن لم تتأخر عن الرحلة لنتخاير ماذا كان حصل إن لم تتأخر عن الرحلة she hadn't missed her flight she would not have had to pay $500 ما كانت اضطرت أن تتفع $500 إن لم تتأخر عن رحلتها إذن الجمال ما إف بالقصة هنا هنا إنّا أول have هي مثل ما قلت لكم نستعمل would have أما had هو التصريف past participle هنا تأتي بمعنى اتطرّة ما كانت اتطرّت أن تدفع 500 دولار إذن أول have هي فعل مساعد أما had فهي الفعل الرئيسي إذن الجملة التي تحتوي على إف بيكون في معا زمن أما الجملة الثانية تحتوي على would have مع الفعل بتصريف past participle سيرا wouldn't have overslept she wouldn't have returned home she wouldn't have had to pay 500 dollars الآن لنراجع قليلاً الفرست والسكند كوندشنال ونارنون بثيرد كوندشنال متل ما قلنا الفرست كوندشنال إذا جمعت الكثيرة من المال سأشتري هذا المنزل الكبير في الجملة الأولى يرى المتكلم أن الموقف محتمل وقد يحصل في المستقبل إن جمع الكثير من المال يرى أنه يستطيع أن يشتري هذا المنزل الكبير أما بالجملة الثانية If I saved a lot of money I would buy that mansion المتكلم يرى أن الموقف على الأرجح لن يحصل في المستقبل وهو أقرب إلى الخيال من الواقع أما في الجملة الثالثة يتخيل المتكلم ما كان قد حصل إذا كان قد جمع الكثير من المال إذا إذا لاحظتوا الفرست والسكند كوندشنال بيتكلموا عن رؤية في المستقبل أما الثيرد كوندشنال عم نتكلم عن الماضي If I had saved a lot of money I would have bought that mansion نحن نتكلم عن شيء فاتنا في الماضي لم يحصل لننتقل الآن إلى التمارين I wasn't thirsty I didn't drink the lemonade حولوا هذه الجملة إلى إف هل ستصبح If I was thirsty I would drink that lemonade If I had been thirsty I would have drunk the lemonade Would've هي اختصار لي Would have If I would have been thirsty I drank the lemonade أي جملة هي الجملة الصحيحة الجملة الصحيحة هي If I had been thirsty Had been بالpast perfect I would have drunk the lemonade بالجملة اللي ما بتحتوي على إف نستعمل would have مع الpast participle إذا ملاحظين ب-A ما استعملنا الpast perfect مع إف قلنا بس If I was thirsty لازم نكون If I had been thirsty وما في I would have بالجملة اللي ما بتحتوي على إف أما بالاختيار C فنحن استعملنا would have مع إف وهيدا شي خطأ لازم نستعمل الpast perfect مع إف وبالجملة اللي ما بتحتوي على إف نستعمل would have مع الpast participle التمرين الثاني I didn't know Samira was in town I didn't call her If I had known Samira was in town I would have called her أو B I had called Samira if I had known she was in town أو C I would had called Samira if I have known she was in town الجملة الصحيحة الجملة الصحيحة هي A If I had known Samira was in town I would have called her استعملنا الpast perfect مع إف وبالجملة اللي ما بتحتوي على إف would have مع الpast participle أخر تمرين I ate the yogurt in the fridge I thought it was mine not yours If I would have known the yogurt was yours I wouldn't have eaten it أو B If I had known the yogurt was yours I wouldn't have eaten it أو C I hadn't eaten the yogurt if I knew it was yours إذا محتاجين وقت أكتر please عملوا pause الجواب الصحيح هو B If I had known the yogurt was yours If I had known had known والpast perfect I would not have eaten it بالجملة الثانية استعملنا would مع have هذا كان درس اليوم بتمنى يكون عجبكن بتمنى تكونوا استفدتوا إذا عايزين تشاهدوا مرة واثنان وثلاثة لتثبت المعلومات أكتر please شاهدوا قد ما أنتوا عايزين وحاولوا تعيدوا الأكسرسايزز لحتى تتمكنوا من هيدا الدرس بشوفكم إن شاء الله بدرس جديد نهار الخميس كان معكم نور السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر